السلام عليكم بمناسبة اليوم العالمي لسيلياك 18 ماي يعني كان البارح رح نعرفكم هنايا بالمرض مرض السيلياك ومعظم الأسئلة الشائعة عن هذا المرض بهل ما يعرفوش هذا المرض رح يتعرفو عليه أكثر ويرهوم مرض عندهم أسئلة رح يلقوا الجواب تالأسئلة تحوم مرض السيلياك أحد أمراض المنعة الذاتية المزمنة وليس حساسية فعندما يتناول المصاب بالسيلياك غيباء يحتوي على مادة القليطان فإن الجهاز المناعي يستجيب لهذه المادة عن طريق أجسام مضادة تهاجم الأمعاء الدقيقة مما يؤدي إلى تلف النتوءات التي تبطنها وهذه الزغابات هي المسؤولة عن امتصاص المواد الغذائية في الطعام فلابد من تعريف ما هو القليطان القليطان باختصار هو مراكب بروتيني موجود بشكل طبيعي في بعض الحبوب بذلك القمح والشاعير والشوفان كما يتواجد في المواد التجميلية ويتواجد كذلك في بعض الأدوية وبعض الأغذية مثل أنوعة الجانت يعني بعض المنتوجات الصناعية تحتوي على مادة القليطان ولتوضيح الفرق بين السيلياك وحساسية القمح السيلياك ينتج عن اعتبار الجسم من القمح والقليطان كعدو يفرز ضده أجسام مضادة وعلاجه الإبتعاد عن هذه الأطعمة باتباع الحمية بينما حساسية القمح تكون نتيجة لشعور الشخص بالإنزعاج متناول القمح وتظهر أعراض مثل ضيق تنفس وألم المعيدة بينما السيلياك مرض مناعي ذاتي مزمن والحل تعول علاج باتباع الحمية مدى الحياة يعني السيلياك يعتبر البليطان كعدو وبالتالي الجسم يفرز مضادات تهاجم نفسها بينما حساسية القمح هو رد فعل الجهاز المناعي لبروتينات الموجودة في القمح فقط وهذا الرسم توضيحي لجدار الأمعاء لمريض السيلياك حيث تكون الزغابات متضررة مقارنة بالشخص العادي لا يضر تناول كمية قليلة من القمح هذا اعتقاد خاطئ كي الناس يقولوا بلي تناولوا كمية قليلة مع شذركم هذا اعتقاد خاطئ لأن تناول القمح بشكل متكرر كافي لجعل الجهاز الهضمي ينشط وبالتالي الجهاز المناعي ينشط وبالتالي يدير أجسام مضادة تهاجم نفسه أعراض حساسية القمح لدينا صعوبة في التنفس الغثيان طفح جلدي وانتفاخ في الأنف بينما أعراض السيلياك لدينا الإسهال الغثيان طفح جلدي الإمساك والأنيميا وفقدان الشعر وفقدان الشهية وفقدان الوزن وهذا رسم توضيحي لأعراض السيلياك عند الأطفال حيث نجد إسهال وإمساك مزمن وغازات ونقص النمو والهزال وانتفاخ البطن وفقر الدم كما تلاحظوا هنا في الصورة الأعراض ألام وتورم المفاصل وما هو النظام الغذائي اللي يتبعوا مرضى السيلياك النظام الغذائي سهل يتمثل في الأطعمة الطازجة مثل البقوليات الفواكه والخضر واللحوم يعني اللحوم دجاج السمك المهم يكونوا غير معالجين هل مرض السيلياك مرض ويراثي؟ السيلياك مرض ويراثي نعم ولكن يس بضرورة يعني أن يكون في نفس العائلة يكون عدة أشخاص يقدر يكون شخص واحد فقط مصاب بالسيلياك والآخرين مصابين بأمراض مناعية أخرى مثل السكاري يعني العائلة فيها قابلية للأمراض المناعية الويراثية ما هي درجة مرض السيلياك؟ توجد خمس مراحل حسبة تصنيف مارش لمرض السيلياك المرحلة الأولى أغشية مخاطية طبيعية المرحلة الثانية ازدياد عدد الخلايا اللمفوية في النسيج الطلائي للأمعاء والمرحلة الثالثة تزايد خبايا لبيركون في جدار الأمعاء والمرحلة الرابعة ظمر زغابي جزئي أو كلي والمرحلة الخامسة مسح كامل للزغابات ونقص تنسج البنية المعوية هذا المراحل تبين تضرر جدار الأمعاء لدى مريض السيلياك الذي لا يتبع الحمية لماذا يعد مرضى داء السكر من النوع الأول من أهم الفئات التي تكون معرضة لإصابة بالمرض لأن أمراض المناعة الذاتية هي إحدى عوام الخطورة التي يمكن أن تزيد فرص الإصابة بهذا المرض هل تنمو نتؤات الأمعاء من جديد إذا التزم الشخص بالنظام الغذائي الخالي من الجليتر نعم تنمو نتؤات الأمعاء من جديد هل يمكن للمريض بعد مدة طويلة من حمياء أن يشفى من المرض يعني كين لي يقول لك عندي عشرين سنة ريجيم خلاص بريت من المرض هذا خطأ لأن بمجرد تناول أطعم التي تحتوي على الجليتر ولو بعد عدة سنوات سينشط الجهاز المناعي وبالتالي يدير أجسام مضادة تهاجم نفسه مرض السلياك مرض نادر هذا اعتقاد خاطئ تتروح نسبة الإصابة بين 1 إلى 2% وهي نسبة مرتفعة في كثير من دول العالم وهناك بعض النقاط التي لم أذكرها وإذا أعجبكم الفيديو راح ندلكم جزء آخر هذا مجرد بحث صغير عن مرض السلياك وعلى كل سلياكي أن يتقبل المرض وما يخليش مكان للاكتئاب والملل ويتحلى بالعازمة والإرادة وخاصة أن هذا المرض لا يحتاج إلى دواء وإنما إلى حمية فقط وهذا الحمية والأكل نحن نحضره بأنفسنا ترجمة نانسي قنقر